السلام عليكم صواريخ إيرانية تستهدف طائرات الاحتلال فوق سوريا ونفي إسرائيلي إن لم تكن مشتركا في القناة في الشارك وإذا كنت من المشاركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو كشف الصحفية الإسرائيلي يوسي ملمان عن تعرض طائرات الاحتلال الإسرائيلي لصواريخ إيرانية الصنع أثناء الغارة الأخيرة التي نفذتها في سوريا قبل عشرة أيام وقال ملمان في ثغريد له إن إيران أطلقت النار على الطائرات الحربية الإسرائيلية خلال الهجوم الأخير لسلاح الجو الإسرائيلي في سوريا ولم يتم الإفصاح المزيد من التفاصيل وأضف ملمان ظهرت المعلومات في الوقت الذي يجري فيه سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات بمشاركة طائرات أمريكية وبريطانيا وهندية وإيطاليا وألمانيا ونرويجيا وألمانيا وفرنسيا في النقب من جهته ذكر موقع N12 الإسرائيلي إن إيران أرسلت صواريخ مضادة للطائرات لمساعدة المؤسسة الدفاعية السورية في مواجهة الهجمات الإسرائيلية في المنطقة وأضف أنه في إحدى الهجمات الأخيرة على القوات الجوية السورية أطلقت مجموعة مسلحة سورية موالية لإيران صواريخ على الطائرات الإسرائيلية وكادت تصيبها لكن الجيش الاحتلال الإسرائيلي نفى تلك الأنباء وقال المتحدد باسم أفريخي أدرعي عبر تويتر إن الإيرانيين لم يطلقوا نيرانيهم نحو طائرات سلاح الجو خلال نشاطاتها العسكرية خلافا لبعض التقارير في الأخير إذا كنتم من المهتم بهذه النواية من الأخبار لتنزور الشراك لتتوصلوا بالجديد وشكرا شكرا